السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تناميذ السادس الابتدائي أهلا وسهلا بكم في المراجعة المركزة والشاملة الخاصة بمادة اللغة العربية وصلنا إلى المفعول المطلق أول شيء المفعول المطلق هو اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويكون لفظه مجتمنا على حروف الفعل خلوها أطبعكم يعني المفعول المطلق هو منصوب يعني احنا عدنا باللغة العربية بالنسبة للسادس الابتدائي عدنا مفعول به عدنا مفعول فيه عدنا مفعول مطلق المفعول المطلق هو يجي من لفظ الكلمة من لفظ الفعل يعني فهمته درسه فهما شوفوا يصير منصوب دائما صبرته صبرا جميلة ودقت الساعة ودقتين قد يكون المفعول المطلق شنو؟ قد يكون المفعول المطلق لتوكيد الفعل إذا ما لقينا بعد كلمة قد يكون لبيان نوع الفعل شوفوا صبرا جميلة كيف صبر؟ صبرا جميلة أو يكون عدد مراته دقت الساعة ودقتين انتظروا قرأتوا الدرسة قراءتين لازم أقول مو أقول مرتين لا لازم اثنيا بس يكون من لفظ الفعل نجي على التمرينات التمرينات اللي موجودة عدنا استخرج من النص التالي كل مفعول مطلق ثم بيّن نوعه اشتهر العراقيون اشتهارا بالكرم والشجاعة والتضحية في كل شدة يتعرض لها أي جزء من العراق العزيز وهم يبدلون المال بذلا ويضحون بالأرواح تضحية الشجعان كلما دعت الحاجة إلى ذلك شوفوا اشتهر لتوكيد الفعل بذلا لتوكيد الفعل تضحية الشجعان لبيان نوع الفعل لبيان نوع الفعل عادة لبيان نوع الفعل اذا شفتوا بألف ولام اللي بعد دخلتوا هنا نوضفت تضحية الشجعان اذا شفتوا بعد الألف ولام تعرضوا وهو مضاف وهذا مضاف إليه مجروب الأضافة اذا شفتوا منصوب مثل هنا للكلمة صبرتوا صبرا جميلة ينعرق صفر ينعرق صفر زرت المريضة زرت المريضة شنو زيارتين اقول زرت المريضة زيارة او زرت المريضة زيارتين اذا اجيب انه قرأ الطالب يقول اكد الجملة الاولى المفعول المطلق اقول زرت المريضة زيارة هذه فقط مفعول مطلق اكد هذا يفيدي التوكيد ورعبا يقول اضف الى الجملة الثانية مفعول مطلق يبين عدد مرات الفعل يقول قرأت قرأ الطالب الدرس قراءتين بينما اذا يريد يضيف نوع بيان الفعل يقول قرأ الطالب الدرس قراءة جيدة او قراءة جميلة او قراءة صحيحة اجهنانة يقول اضع خط تحت الفعل وخطين تحت المطلق يسير التقدم في البلاد حديثا يدافع العراقيون عن وطنهم دفاع الافطال قفز اللاعب قفزتين اعرف ما يأتي امن العراقيون بالوحدة ايمانا امن فعل ماضي مبني على الفتح العراقيون فاعل مرفوع علامة ربعه الواو لانه الجمع مذكر سالي الباع حرف جر الوحدة اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره ايمانا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره قرأت الدرس قراءتين قرأت فعل ماضي مبني على السكون لانتصاله بالتاء والتاء تاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الدرس قرأت لان الآن التاء درس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة وقراءتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه لانه مثل زين عدنا المفعول فيه المفعول فيه اسم منصوب ايضا اسم منصوب يدل على الزمان او المكان الذي حصل فيه الفعل وهم قسمان قد يكون ضرف زمان وقد يكون ضرف مكان ضرف الزمان دائما ما يجي وراه كلمة خلوها ببعضكم يذهبوا التلاميذ الى المدرسة صباحا صباحا مساء هاي كلها ضرف زمان غربا شرقا شمالا دير بالكم ايضا هاي ضرف زمان او ضرف المكان هو اسم منصوب يدل على مكان حصول الفعل مثل حط العصفور فوق الشجرة تحت الشجرة اعلى الشجرة هاي كلها ظروف مكان زيان ضع لن الظروف التالية في مكان المناسب شوفوا فوق صباح ناحية ظهرا اماما شوفوا فوق هذا مكان صباحا زمان ناحية مكان دير بالكم ناحية مكان مساء شتاء صيف لن زمان خلوه نبالكم ظهرا زمان امام مكان زيان يقول يستيقظ التلميذ صباحا ويستعد للذهاب الى المدرسة ويجد طعامه قد وضع فوق الطاولة فاذا فرغ من تناوله اخذ حقيبته واتجه ناحية المدرسة وبعد اداء مراسيم تحية العلم ينصرف هو وزملائه الى الصف ويجلسون امام المعلم لتلقي دروسهم ثم يعودون ظهرا الى منازلهم هنا عندنا ضع كل من الافعال الاتية في جمل وفحها بضرق مناسب ركب لاعبون امام المدرب شوفوا امام هذا مكان وقف الجندي خلف المدفع امام يقرأ التلميذ واجبه مساء زمان يسير الكردوس امام الضابط يجلس التلاميذ امام الاستاذ يطف الحجاج حول الكعبة انتبه حول حول هي ايضا ضرف مكان حول الكعبة حول الكعبة خلوها بضع دائما ضرف المكان اللي ييجي بعده اللي ييجي بعده مضاف اليه ييجي بعده شنو مضاف اليه جاء محمدا اهنا شوفوا جاء محمدا لازم اقول عصرا انا مودة خلي ضرف زمان كفيد اقول عصرا وصلت لي الي الرسالة لازم اقول صباحا قابلت صديقي امام المدرسة زين وهكذا اجيب على هذا الاساس زين اعرض ما يأتي عاد الفلاح الى البيت مساء عاد فعل ماضي مبني عن الفتح الفلاح فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره الى البيت الى حرم جر والبيت اسم مجنوب على الفجر وعلامة جره الكسرة مساء مفعول فيه ضرف زمان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره غرد البلبل فوق الغصف غرد فعل ماضي مبني على الفتح البلبل الفاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره فوق مفعول فيه ضرف مكان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف والغصم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أيضا عدنا إعراب الفعل المضار أول شي رفع الفعل المضار مثل ما تعرفون عزائي الطلبة إن الفعل المضار هو أحد أحرف كلمة أنايت أحرف كلمة أنايت بشرط أن هذه الأحرف الألف والنور والياء والتاء مو من أصلا كلمة يعني مو مثل أكرم أقول هذا الألف إنه فعل مضار لا إنه مو من أحرف الكلمة إنه ذن من أخنيه أصير مثلا درس إذا خل درس فعل ماضي أقول يرفع الفعل المضار وعلامة رفعه الضم 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 الفعل المضار دائما ينزل على الحاضر أو المستقبل يعني الحالي يدرس الطالب الدرس يعني الآن يدرس هو مستقبل هو يدرس استخرج الأفعال المضار من الجمل التالية وأعربها تساعد البنت أمها تساعد فعل المضار مرفوع بالضمن عندي أنا أحب وطني أحب هنا من حبة يحب أحب شوفوا إذن فعل المضار الألف مو من أصل كلمة فعل المضار مرفوع على مترفع الضم الضهر أيضا نحترم فعل مضار بالضم ينجز فعل مضار بالضم يواضب فعل مضار بالضم شوفوا هنا يسعد فعل مضار مرفوع بالضم أيضا أكمل الجمل هنا نخلي أفعال يزرع فالفلاح الأرض أنت تحترم المعلم العاقل يبتعد عن الشرق يتفتح الأسهار في الربيع هو يكتب واجبه بإتقان أنا أدافع عن الحقي دائما دائما فمو أقول أنا يدافع أنا أدافع لأن أنا متكلم مثلا من أقول نحن أقول نحن ندافع من أقول هي أقول هي تدافع عن الحقي دائما هذا الذي يجب أن تعرفوه نحن نستخدم الألف والنون والتاء إذا كنا التاء للمخاطبة والنون للمتكلم نحن المتكلمين الجمع والألف لعان المتكلم وللغائب أستخدم له يذهب أو يقرأ أو يدرس استعمل أفعال مضارعة في جمل مفيدة يكافئ المدير المجتهد تفرح الطالبة بنجاحها يحب الطالب معلمه يعود الغائب إلى أهله ترسم سراء الخارطة أعرض ما يأتي يركض المتسابقون في الملعب يركض فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الضاهر على آخره المتسابقون فعل مرفوع علامة رفعه هواو لأنه جمع مذكر سالم في الملعب في حرب جارب والملعب اسم مجرور وعلامة جره الكسراء الضاهر تحترم التلاميذ المعلمات تحترم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الضاهر على آخره التلميذات فعل مرفوع علامة رفعه الضم لأنه جمع مؤنث سالم ومعلمات دائما المفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأن الكسرة دائما ينصب بها جمع المؤنث السالم تشارك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الضاهر على آخره إخلاص فعل مرفوع علامة رفعه الضم الضاهر في المعرض في حرب جارب والمعرض اسم مجرور بحرف الجارب هذا الهنان مراجعتنا خلصت إن شاء الله سنكمل بالأيام القادمة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته